وأشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن قطاع الصناعة سيحظى بإعفاءات من الرسوم الجمهورية لعدة صناعات محددة وأضف مدبولي أن أول رخصة تشغيل المصانع ستصبح سارية لمدة خمس سنوات ما فيش أي جهة في الدولة ودي ممكن كنا قلناها قبل كده ولكن حتصدر بقرار شامل لا يحقل أي جهة أنها تصدر أي قرارات تنظيمية تضيف أعباء أو تغير من أي رسوم أو مقابل خدمات يكون من شأنه بيزيد أعباء على المستثمر إلا أنه لازم تبقى لقانون الاستثمار يرجع وياخد موافقة من هيئة الاستثمار ومن مجلس الوزراء ومن المجلس الأعلى للإستثمار اللي برئاسة فخمت الرئيس عشان محدش يطلع بأي قرار لوحده بيزيد أي أعباء على المستثمرين